السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة حلقتنا النهاردة عن الاستهداف. في ناس كتير سألت عن الموضوع ده وازاي تخلي دولة معينة هي اللي تزور موقعك عن دولة تانية. انت بتيجي عند الاستهداف هنا تخش على مشروف المواقع. عندك عادي خالص وبتيجي على اه الادوات والتقارير القديمة بتضغط عليها وتخش على الاستهداف الدولي. بيفتح لقيمة جديدة وتختار منها البلد اللي انت عاوزها. هنا جيب لي رسالة لا يتضمن مواقعك على علامات الهير. انا كده كده مش مشكلة. لان هي بتبقى موجودة في قوالب وقالب لا. ممكن تعدلها من جوه القالب وتحط بياناتك فيها لكن انا مش موجودة عندي. هيخش على طول على البلد. هتظهر قدامي قيمة اه تضغط على استهداف المستخدم. وبعدين تختار الدولة اللي انت عاوزها. انا بالنسبة لك كنت سايبها مفتوحة لكن ممكن احدد دولة دلوقتي تبقى هي لها الاولوية ان تخش موقعي او استهدافها في الزيارات. اي دولة تختارها من هنا كده وتضغط على حفظ. بعد كده على طول هتبص تلاقي اه معظم زيارات جاي لك من الدولة دي. لان جوجل نفسه بيقترح المحتوى بتاعك اكتر في محرك البحث للدولة دي. تمام? هو ده موضوع الاستهداف. نعملها تاني معلش عشان الناس برضو ببص عليها. تخش على مشروف المواقع بتاعك. بعد ما تخش على مشروف المواقع هسيب كل ده. هتيجي تحت هتلاقي خناها اصلا مقفولة تحت خالص. اسمها الادوات والتقارير القديمة. تضغط عليها. تضغط على الاستهداف الدولي. هفتح لقائمة جديدة. هتسيب الاختيار الاول ده. ممكن تلاقيه مظبوط وشغال عندك على حسب القلب بتاعك. وبرضو مش هنقدر نشتغل عليه قوي. خلينا في البلد. هيقول لك استهداف المستخدمين في الولايات المتحدة. انت هتعلم هنا كده. وهتبدأ تختار من الدول هنا. عندك المغرب عندك الجزائر مصر. الدولة اللي انت شايف انه زياراتك منها هتبقى كويسة في الارباح. وهتعلم معك الارباح اختارها واعمل حفز. يعني مسلا الناس اللي شغالة على مدونات اه اجنبية بصفة عامة تختار الولايات المتحدة وتعمل حفز. او تختار استراليا وتعمل حفز. ده الناس اللي عندها مدونات اه باللغة الانجليزية. مدونات اجنبية شغالة بيها يعني. اي ان كان اللغة بتبقى الولايات المتحدة او استراليا والمانيا. دول اغلى دول في النقرات الخاصة بجوجل ادسنز. وبالنسبة للعرب انا بالنسبة لي سيبها مفتوحة. بس يبقى مفتوحة. اه ممكن احدد دولة بعد كده بس اعرف الاول اغلى دولة في النقرات. بالنسبة لجوجل ادسنز او بالنسبة لاي شركة اعلانية تانية. وبعد كده احددها واعمل حفز. ويبقى انت لك الاولوية في استهداف الجمهور. انت كده استهدفت جمهور خاص بيك. استهدفت جمهور يعلم عكس سعر النقرة او يعلم عكس الارباح. ودي كانت حلقة بسيطة وكان يعني اجابة على سؤال. ناس كتير سألته ازاي بتستهدف في بلوجر. الاستهدف في بلوجر زي ما انتم شفتوا بالشكل اللي احنا اه حددنا ده. ودي كانت حلقة مبساطة. وفي نهاية الحلقة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.